اشتركوا في القناة الجنوب مع انخفاض محسوس في درجات الحرارة بالنسبة للمناطق الداخلية للوطن المرويك مباشرة إلى سورة القمر لاستناعي التي توضحنا أجواء مستقرة وسافية على المناطق الداخلية والوسطى للصحرى مع تشكل بعض السحب العابرة على المناطق الشمالية الغربية وحتى على المناطق الجنوبية الغربية للوطن حالة التقس المسجلة لهذه الليلة مشاهدنا الكرام ستكون الأجواء بإذن الله سافية ومستقرة مع تشكل بعض السحب الجزئية التي التلاشى تدريجيا على المناطق الشمالية الغربية وصول المرتفعات الداخلية الغربية منها وحتى المناطق الداخلية الوسطى صفا واستقار يميز المناطق الشمالية الوسطى للوطن والشرقية والمرتفعات الداخلية الشرقية دائما سحب خفيفة تميز جمال وسط الصحرى منطقة تلوحة وأقصى الجنوب مع تشكل سحب كثيفة مصحوبة بخلايا رعدية وذلك على المناطق الشمالية الغربية للصحرى أجواء سافية تميز جنوب منطقة السورة درجات الحارة المرتقبة لهذه الليلة بإذن الله مشاهدنا الكرام سجلنا إذن على البيض أقول 11 درجة كحد أدنى 12 درجة بكل من الجلفة وباتنا 21 درجة بكل من عنابة ووهران 20 درجة مسجلة على الجزاء العاصمة والوادي 16 درجة بالنسبة لغردية 17 درجة على بشرط من 20 درجة فيما يخص عن صالح 29 درجة على إيريزي 27 درجة مسجلة بتندوف 26 درجة بتامنا رأس عن تفاصيل وضعية الجو الخاصة بصبيحات الغدية المشاهدين ستكون الأجواء بإذن الله مشمسة ومستقرة على المناطق الشمالية الغربية للوطن أجواء من مشمسة إلى مغشات جزئيا على المناطق الشمالية الوسطى وأيضا على المناطق الشمالية للوحة وصول إلى وسط الصحراء والمناطق الشمالية الغربية للصحراء مشمسة على العموم أقول تميز جنوب منطقة السورة وأقصى الجنوب مع تشكل صحب كثيفة تكون مصحوبة بأمطار غزيرة على المرتفعات الداخلية الغربية دائما سحب كثيفة مرفوقة بخلايا رعدية تميز المناطق الشمالية الشرقية للوطن وحتى المرتفعات الداخلية الوسطى والشرقية وصولا إلى شمال وسط السحراء درجات الحارة المنتظرة لسابيحات الغد إذا سجلنا مشاهدنا الكرام على الجزيرة العاصمة 27 درجة 25 درجة بوهران 23 درجة بكل من عنابة الوادي وورقلات 17 درجة على بات نسبة 18 درجة بلج الفة 15 درجة على البيت 19 درجة فيما يخص بشار 20 درجة على غرديوح 30 درجة بعين صالح وأدرى 25 درجة على تندوف 36 درجة كحد أقصى بإيليزي واجانة 28 درجة بيتامان راس أما عن الملاحة والسيد البحر والمن تهمه حالة البحر مشاهدنا الكرام البحر بإن الله سيكون هادئ ومستقر وذلك فيما يخص السواحل الشرقية والوسطى للوطن وفق رياح مختلفة لاتجاه سرعتها تتراوح من 5 إلى 10 كم في الساعة وتكون هذه الرياح من شمالية إلى شمالية شرقية أما عن السواحل الغربية البحر سيكون هادئ إلى محتدل وفق رياحين شمالية شرقية سرعتها تتراوح من 10 إلى 15 كم في الساعة كالمحتاد نختم نشرة أحوال الدقس بالمعلومات الفلكية الخاصة بشرق وغروب شمس بالجزاء العاصمة وضواحي حيث الشرق سيكون بإذن الله في حدود الساعة السادسة وثمانين وثلاثين دقيقة أما الغروب سيكون بإذن الله على الساعة السادسة وثلاثين وثلاثين دقيقة كانت هذه توقعتنا لأحوال الدقس التي اليوم وصابيحات الغد بقيت متابعة طيبة لبرامج قناة البلاد في أمان الله اشتركوا في القناة